وجه وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي الطاغم الطبي بالمختبرات المركزية في سيون باستيعاب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية عبر ميناء الوديع البر الذي ستنتهي مدة إقامتهم وتأشيراتهم خلال الأياب المقبلة وإعطائهم الأولوية كغيرهم من المسافرين جوا ضمن قائمة طالبي فحص البي سي آر وكلف الوكيل التميمي مكتب شؤون المقتربين بالوادي والصحراء القيامة بحصر جميع طالبي خدمة الفحص والذين قاربت فترة إقامتهم وتأشيراتهم على الانتهاء ورفعها في كشوفات ليتم تقديمها للطاقم الطبي في المختبرات المركزية بشؤون بعد تعميدها من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء وطمأن الوكيل التميمي المسافرين بأن السلطة المحلية تبذل جهودا مكثفة لتوفير كميات كافية من مستلزمات الفحص الخاصة بفيروس كورونا لتغطية حاجة جميع المسافرين كبع أن هناك متابعات لتشغيل جهاز الفحص في ميناء الوديع البري إلى جانب توجيهات وزارة الصخاة باعتماد مركزين جديدين في كل من مارب وشبوة ليسهم في تخريف الازدحام على المختبرات المركزية بشيؤون والتي وصلت إليها أعداد كبيرة من المسافرين من عموم المحافظات الجمهورية